موسيقى للوضع الاقتصادي في البلد وسوق العمل هذا إن كان لا يزال هناك سوق عمل أولاً منبلش بسوق العمل لأن سوق العمل هو الميزان الأساسي لكل الحركة الاقتصادية ولكل الاقتصاديات العالم المشكلة اليوم أننا نحن قطعنا الخمسين بالمية من ما يسمى أنه الناس عاطلة عن العمل نحن فوق الخمسين بالمية وهذا رقم كبير جداً ورقم ينعكس على مستوى الفقر في لبنان نحن حوالي العشرين بالمية من المواطنين اللبنانيين هم تحت حد الأدنى من الكفاية أو حد الأدنى من الفقر صلنا نحن تحت العشرين بالمية من المواطنين للي ما بيقدروا ياخدوا كفيتهم اليومية من الأكل الاقتصاد اللبناني اليوم فيه بس قطاعين هن عم مشتغلوا بشكل عم بيولدوا وفرص عمل للي هن القطاع الصناعي وجزئياً القطاع الزراعي والأعمال الزراعية للي عم بتولي هلأ خلال مدة فصل الصيف خلال هالثلاثة شهر للي عمنا رأنا فيه نحزيران تموز إيب الحركة ما يسمى السياحة المطاعم رجعت ولديت شوي من فرص العمل ولكن نحن فوق الخمسين بالمية من العاطلين عن العمل نعم وهذا مؤشر على أنه رح يكون في عنا هبوط كبير بمعدلات الدخل القومي وكل ما يتعلق بالمدخول طبع المواطنين وكيفية العائلات كيف بدأت تعمل كفاية لحالة نعم وقت يكون أكتر من خمسين أو خمسة وخمسين بالمية عاطلين عن العمل وأكتر من ستين أو سبعين بالمية صاروا تحت خط الفقر والحد الأدنى للأجور أصبح حوالي خمسة وثلاثين دولار شو يعني باللغة الاقتصادية هذا الموضوع باللغة الاقتصادية وقت منطلع فوق تسعة بالمية من البطالة نعم بيكون أي اقتصاد بالعالم دخل في عملية الركود الاقتصادي والأزم الاقتصادية والأزم الاجتماعية تسعة بالمية نحن خمسة وخمسة أو ستين أو فوق الخمسين بالمية لأن الأرقام عم تتبدل له فنحن في كارثة مثل ما سميها للأسف البنك الدولي لأنه لبنان يواجه كارثة لم تشهد مثلها دول العالم من القرن التامن التاسع عشر نحن بحالة بحالة كارثية كبيرة شو إنعي كيفا جيت على الموضوع الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور بتقديري يجب رفع حد الأدنى للأجور لمستوى المليونين وخمسمائة ألف ثلاث مليون تعال قليل العائلة للي يقبض رب العائلة بيقبض ثلاث مليون أو مليونين وخمسمائة ألف يستطيع كفاية نفسه بالمأكلات والمشروبات نعم أكل وشرب أكل وشرب يعني أكل وشرب لا إذا ثلاث مليون أكل وشرب وبيقدر يعمل ممارسات الأخرى يعني يدفع حق ترقلاته يدفع حق الطبابة حق الملبس بيقدر بالكفاية طيب عم نحكي بالكفاية مش عم بحكي أنا أنه هو مرتاح لا تيسير الأمور تيسير أموره نعم لكن استاذ هشام لماذا لم يلجأوا إلى هذا الأمر عند بداية الأزمة رفع شوي على الحد الأدنى للأجور تحرير شوي سعر صرف الدولار مش متل مصاري اليوم وأن تتحمل المصارف والدولة بعض أو جزء من هذه الخسائر لماذا حملوا المواطن اللبناني كل الخسائر وارتدادات الأزمة الاقتصادية والمالية على البلد لأنه بالأصل هن ما كانوا مقتنعين أنه فيه كارثة وأزمة يعني لم يكن لديهم قناعة وهن يعرفين خاصة المصارف مصرف لبنان حاكم المصرف لم يضعوا السلطات السياسية بلبنان بالصورة الحقيقية للوضع القائم بالبلد للوضع القائم بالقطاع المصرفي ولهذا ما قالوا يجب اتخاذ التدابير العاجلي لأنه نحن عنا انهيار نعم صلنا هن من 2016 بلشت هي بلشت بال2016 وفي رسائل وتحذيرات من البنك الدولي ومن صندوق النقد هن كانوا عم ياخدوا هيد الأرقاب لمحاولة استمرار اللي هن عم يشتغلوا فيها طريقة شغلهم بعملية أنه نعمل هندسات مالية نعمل أرباح شراء وقت يعني شراء وقت كان نعم شراء وقت أنا ما بقول شراء وقت هن حققوا أرباح بهذه المرحلة هن بال2016 اجعى مصرف لبنان عمل لهم هندسات مالية معينة للمصارف حققت أرباح على حساب الموديعين وعلى حساب الخزينة العامة وعلى حساب مصرف لبنان ولكن عملوا فهن وقته وصلوا إلى الحائط المسدود للي بطل فيه أن يعملوا يقدروا يديروا شي وقعت الأزمة بقابل 2019 وقعت كارثة تعسرت المصارف تعسر كل شيء ما حطوا السلطات بالصورة الحقيقة ولذلك ضلوا بعملية بناء الوهم أنه هذه المصارف كتير قوي ومصرف لبنان كتير قوي والليرة ما بتنهار ونحنا ماسكين الوضع هو عمليا من 2016 هن لم يعودوا مسكين الوضع والوضع كان رايح نحو هل تدمر نظامنا المصرفي لي كان فخرنا واعتمادنا عليه طوال لي كان فخر الاقتصاد اللبناني القطاع المصرفي استاذ عباس خليني يكون معك صريحة نحنا في عنا بلبنان بناء ما يسمى الأوهام أحد الأوهام للي كنا نحنا بانيينه بالنظام اللبناني ككل أنه النظام المصرفي في لبنان هو النظام القوي والفريد واللي يستطيع حماية البلد وكل الخبرية للي تعرفها ويعرفوها جميع اللبنانيين هذه بناء الأوهام هو للي وصلنا لها غير صحيح أنه النظام المصرفي هو نظام تنافسي على مستوى النظام المالي العالمي هو نظام مغلق وليس نظام منفتة هو نظام غير تنافسي مع الخارج هو نظام بتشاركوا كلهم بعملية إدارة الوضع المالي البسيط في لبنان لتحقيق أرباح داخلية ولذلك هذا النظام المصرفي اليوم وقع بالحقيقة وقع بحقيقته مش وقع بحقيقته وقع بحقيقته أنه هو بالآخر لم يستطع إدارة كل هذه القدرة المالية لدى اللبنانيين إجوا اللبنانيين حطوا سيئتهم فيه ما قدر هو أدارها هل هو تدمر النظام المصرفي بلبنان الحقيقة ما منعرف لأنه ليس لدينا الأرقام الحقيقية للي للموجودين مصرف لبنان والمصارف وجميع المصارف تحكي فيها يعني كل واحد بيعطيك كل واحد بيعطي أرقام ما منقدر نقارن نعرف إذا صحيحة هذه الأموال وينية هل هذه الأموال بخريت ما بتتبخر ما في شيء اسمه أموال بتتبخر هذه الأموال موجودة مطرح فيه ثلاث مطارح موجودة بدا تكون موجودة فيها إما هذه الأموال تم استلاء عليها من قبل المصارف حاكم مصرف لبنان وكل الفريق الأكبر للي كان عم يشتغل معهم من سن 92 لليون يا إما هذه الأموال لازالت بتحكم مصرف لبنان والحاكم عم يلعب لعبة مالية سياسية بالبلد يا إما هذه الأموال لدى المصارف طول ما في ظل غياب تحقيق جنائي مالي نحن لا نستطيع الكلام عن أين هي الأموال وشو الوضع المصرف الحقيقي؟ ولكن اللي بنعرف أن هذه المصارف تعثرت هذه المصارف لا تستطيع أعطاء الأموال للمودعين هناك كمية مال كبيرة من المودعين أعطوها للمصارف تقارب 150-160 مليار دولار وين هي هذه الأموال؟ وين راحت؟ هذا السؤال الكبير للي الكل اللي عم يسأله ما في جواب مالي على حقيقي ولكن حاكم مصرف لبنان أستاذ هشام يقول أنه أنا كنت عمول الحكومات وسياسات الحكومات المتعاقبة هو بيقول هو هونيس تعمل هو عم يلقي الحجة على الحكومة بس هو المسئولية علىه هو لا يحق له التصرف بأموال المصارف وأموال المودعين لتمويل الدولي نعم أنون النقد والتسليف لا يصبح له بالقيام بهذه العمية هو عم يقول أنا شو كنت بعمل بتركني ايه خلي كان لازم هو يترك الحكومات المتعاقبة تتحمل هي مصئولية ما تقوم به من إدارة غير سليمة هذا بحسب أنون النقد والتسليف نعم بحسب أنون النقد والتسليف وما بحق له يتصرف بأموال ناس ما بحق له هو يجيب مصاري من المصارف يعطيهم يعملهم هندسات مالية يعطيهم فوائد أكبر من المؤتد تهني يحطوا مصاري عنده تهوي ياخد هذه الأموال ويمويل فيها سيسات معينة تقوم بها الحكومة وهو يعلم أنه هذه الحكومة هذه الحكومات المتعاقبة طبعا نقول النوم على أحد كل هذه هذه الحكومات المتعاقبة هي كانت تتصرف بشكل غير سليم بهذه الأموال هي في وضع زبون مفلس وخسرات يعني أنا بدي أحكي مثل ما بيحكوا المصارف زبون مفلس وخسرات بيجي على المصرف بيقول له بدي مصاري منك بدك تديني بدي أعمل المشروع ما بيعطيه إياهون كيف هم قابلوا تبعي هون المسؤولية مش عمصرف لبنان بس المسؤولية على المصارف كيف هم قابلوا بالدخول بهذه المعادلة مع مصرف لبنان للقيام بهذه اللعبة وين أموال المودعين وين الودائع يا أستاذ الشام هيدا السؤال هيدا السؤال للي للي ما له جواب علمي ما عنا جواب على ورقة أو ألم ما عنا جواب بيقول هذه الأموال أين ذهبت كيف ذهبت هذه الأموال مش المهم المهم أن نعلم بالتحديد أين ذهبت هذه الأموال أديش كميتها أدي للي مننا صرف أدي للي مننا نهم أدي للي مننا بعضه موجود هادي ثلاث أجوبة غير متوفرين لدى أي من الخبراء الماليين أنا لست خبير أنا لست خبير بالي أنا خبير اقتصادي اجتماعي وأسواق عمل خبراء الماليين للي نحنا بنسألون وين إني المصاري للي راحين 150-160 مليار دولار وين إني حسب الأرقام للي بصرف لبنان في مطرح يوصلوا للـ 200 مليار وـ 220 مليار يا خيو وين إني هاوض المصاري لأنه في معادلة بسيطة لا شيء يخلق ولا شيء يفقد ريانوسو كري ريانوسو بارد بالمصاري بالمصاري مثل بالمعادلات الكيميائية وين راحة المصاري هذا السؤال لازي يجب أن نحصل عليه هادي إذا ما نعرف وين إني وما نرجع نسترده ولكن اليوم السؤال الأكبر هو كيفية تشغيل وإعادة تشغيل الاقتصاد الوطني وإعادة عجلة النمو للإقتصاد الوطني تنقدر نرجع نطلع من حالي للي نحنا فيه قبل ما أدخل بهذا السؤال كيف نعيد تشغيل عجلة الاقتصاد وكيف نعيد الثقة إلى القطاع المصرفي بدي أسألك عن تأثير هذه الكارثة الاقتصادية والمالية على المجتمع طالما يعني على المجتمع الناس في بطالة في نسبة كبيرة جدا عطلين من العمل انهيار سعر الليرة الحد الأدنى للأجور 35 دولار أسعار مرتفعة جدا ما تأثير كل هذه الكوارث على المجتمع اللبناني ببساطة نعم 20% من اللبنانيين عم بيعيشوا على المساعدات الغذائية يعني إذا ما بتصلوا صندوق الأكل والمساعدة للي بيطلقاها من اللي حوالي من المجتمع من الجمعيات من ما بيأكلوا في عدد من اللبنانيين ومن العائلات عم بتنام بلا عشاء نحنا وصلنا إلى هذه المرحلة نحنا اليوم هون ما نجذب على حالنا بضاعة صغيرة بعرفة 118 عائلة على عدد عائلات حوالي ألف عائلة موجودة 118 عائلة تتلقى كل 15 يوم مساعدات أكل مش عم نحكي ما عم نحكي غزاء الأمن الغزاء اليوم لللبنانيين مهدد اللبنانيين مهددين بالجوع هاي تاني شيء اللبنانيين مهددين بالصحة طبعا اليوم الاستشفاء والطبابي والقطاع الصحي باللبنان نهار كبير يعني أو على طريق الانهيار وإذا ما نهار اللبنانيين ليس لديهم القدرة على يتحكموا ويتطببوا ويشتروا الأدوية للي هن عايزين فيها فنحن الأمن الغزائي والأمن الصحي أصبحوا مهددين إذن أصبح المجتمع كله مهدد بحياته مش عم نحكي بحياته بصيرورته الفيزيائية والاستمرارية بالوجود بالوجود طار مهدد بوجوده نحن اليوم بهذا الوضع هذه الحقيقة وهذا على تفاقم مش على تراجع يعني الأمور ذاهبة إلى الأسوأ إذا بقينا بهذه نعم راحي إذا استمرت هايك وهن كانوا لازم من سنة الـ 2019 وبداية 2020 لازم هن كانوا يبلشوا يصعوا لتأمين الأمن الغزائي والأمن الصحي نعم للمواطنيين وبعدين بيأمنوا باقي الأمن التربوي نعم والأمن السكني والملبس وباقي باقي 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 الأمن اللي لازم التنقل نعم كل هيدا لازم بس هاي بيجو تحت الأوليات نعم كيف قبل ما ينتهي وقتنا نعم كيف نعيد تشغيل عجلة الاقتصاد اللبناني وكيف نستعيد الثقة بالقطاع المصرفي ونعيد الثقة للمغتربين وللمودعين ولرجال الأعمال أنه يجوا يستثمروا بلبنان نعم أولا أنا برأيي اللبنانيين اليوم المغتربات هي للي قيمة بنص الحمل الموجود في لبنان هن للي عم بيطعموا أهليون وعائلاتهم نص المجتمع نص المجتمع إذا مش أكتر برأيي هلأد ماشي على المغتربين وبعطي المغتربين لديهم الثقة الحقيقية ببقاء هذا البلد ببقاء أهليون كيف نعيد بناء الاقتصاد الوطني كثير الموضوع سهل سهل بالمعنى الاقتصاد النظري أولا جزء من ترشيد الانفاق وترشيد الدعم يذهب إلى دعم الانتاج الوطني في لبنان نعم ومننقل من سياسات الاقتصادية الراعية إلى سياسات الاقتصادية الانتاجية نعم نروح على الصناعة والزراعة ومنعمل سياحة ومنعمل سياحة على القليلة تكون مقبولة وتجذب المواطنين بدون ما نروح على اليوم يمكن يصير في حكومة ما بعرف شو الوضع الحكومي إذا اليوم بدون يستمروا بذات السياسات للي كانت مستمرة من قبل كيف ما نجيب مصاري نحن اليوم بحاجة لعشرين مليار دولار إعادة بناء الاقتصاد الوطني بدوا عشرين مليار دولار بالحد الأدنى عشرين مليار دولار اليوم نستطيع الحصول عليها بواسطة صندوق سيادي نعم تعملوا السلطة اللبنانية أو حكومة بدها تشتغل بشكل إعادة بتجيب هود المصريات من العشرة بالمية أو الواحد بالمية من اللبنانيين الذين استفادوا خلال مرحلة نعم 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 لالفان وعشرين سمح لي هون أنا آطعك عند هذه الفكرة تقول إنه الاقتصاد اللبناني بحاجة لعشرين مليار دولار كان عندنا أربعة وثلاثين مليار دولار من سنتين نعم اليوم عندنا أربعة عشر يعني طيرنا عشرين ما بين تهريب إلى الخارج وما بين تهريب الأموال وما بين سياسات الدعم وصرف المصاري عشوائيا طيب كان عندنا أربعة وثلاثين يعني العشرين كانوا موجودين ليش نطرنا وما بدأنا بمحاولة إنقاذ الاقتصاد لأنه هني ما بيتطلعوا مين هني المنظوم الميلي الاقتصادي نعم للي حاكم في لبنان والسلطة السياسية للي حاكم في لبنان ما بينظروا للموضوع من النظرة الاقتصادية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس جديدة وأسس الإنتاج بيتطلعوا علي كيفية إعادة اليوم كل الأزمة عندهم كيفية رسملة المصاريف إعادة رسملة المصاريف إعادة بناء القطاع المصرفي وإعادة بناء مليت الدولي هيدا كل اللي عم يتطلعوا فيه نعم مش عم يتطلعوا أنه الأساس هو كيفية إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس الإنتاج على أسس إنتاجية وعلى أسس المنافسة وعلى أسس إنتاج المال تنرجع نموّل هيدا القطاع هني عم يتطلعوا وعم يرجعوا يتطلعوا بنفس الطريقة للي استمروا فيها خلال مدة 92 وهذا اللي كنت بدي أسألك عنه هل المشكلة بالعشرين مليار هل المشكلة باسم صندوق سيادي أو خلينا نقول مؤتمر سادر أو غيره أم المشكلة بالعقلية التي تدير الاقتصاد الوطني هي عقلية التي تدير كل هذا الوضع في لبنان هي عقلية وضعت من سنة 92 ووضعت لبنان على سكة الانهيار في خبراء اقتصاديين وخبراء ماليين من التسعينات من تسعينات القرن الماضي قالوا نحنا رايحين على الانهيار في خبراء ونحنا منهم بأوائل الألفية قلنا أنه رايحين على الانهيار بالألفان وعشرة قلنا رايحين على ما بدني غيره الطريقة للي عم بيديره فيها البلد هذه الطريقة المالية ارساء البلد على قاعدة البونزي للي عم تنعمل على طريقة هالبابلز اللي بيخلقوها على طريقة خلق المواد المالية للبيع بالعالم ها سقطت بالألفان وثماني بالعالم العالم فات بأزمة مالية كبيرة وسقطت وخسر العالم تريليونات من الدولارات بالألفان وثماني اللبنانيين او المسؤولين عن هذا الموضوع خاصة حاكم مصرف لبنان خلينا نقول حاكم مصرف لبنان والمصارف للي هني الدولة العميقة في لبنان للي هني بيمسكوا هذه اللعبة ما بدون يغيروا فيها وصلوا الى الحائط المسدود واصطدموا اليوم علينا كلبنانيين وعلينا كدولة نعيد بناء الدولة على قصة سليمة انه نرجع نحط القواعد هني جزء من الاقتصاد وليسوا كل الاقتصاد ما اننا نعمل اقتصاد منتج هال 20 مليار دولار ايه فينا نجيبون هالاصحاب المصارف سؤال سؤال اللي يجب ان يطرع عند الجميع المصارف متعسرة اصحاب المصارف مقفلسين لا اذا وين ارباحهم اللي ركموها طوال السنوات وين هي مصرياتهم يتفضلوا يرجعوا ما بدنا نحنا نقشطوا المصرياتهم بدنا يرجعوا يجيبوا هني مصرياتهم يحطوهم بالمصارف طبعا مش بالمصارف لا ملكي ولا ملكك المصارف يحطوهم بالمصارف طبعا هذه الاموال بنعملها تدار بشكل سليم هذه الاموال تمول القطاعات الاقتصادية المنتجة ونعيد الدورة الاقتصادية هاي دي اذا ما عملوها وبقى تقيد ما رح يعملوها الا بما يسمى يتفاهم بالقوة يعني بقنعك بهذا الموضوع على اساس يتفاهم سياسي عام عافي يعني هاي دا بدو يجي بدو يجي بدو يجي السياسي تقلو تفضلو عملو هاي دي الشال وعشرين مليار دولار قليلة عليهم يعني عنا نحنا حوالها نهينا وخمسين تلاتة وخمسين مصرف بلبنان نقصمهم بالعدل والخصطاص بين بعضهم بيطلع على كل واحد ارقام هن تلاتمية شخصية مصرفية كبيرة في لبنان اذا قصمت العشرين مليار عليهم بيطلعوا ستين مليون لكل واحد حيال لا اسم هلأ بيخطر براسك بيقدر يعطي اكتر من ستين مليون يرجع يحطون بمصارفهم مش عمقول انا يعطي اي رجعوا المصاري المودعين يرجعوا نرجع من عيد بس على شرط هذه الاموال عشرين مليار ما بتروح لا لتمويل الدولي ولا للمشاريع المشاريع الغير استثماري يعني بتروح للصناعة والزراعة بتروح لا بتروح لكل استثمارات مانا نعمل مانا نعمل ترين بلبنان مانا نعمل قطار بلبنان ما حطيت قطارات بمولوه مانا نعمل نقل عام نعمل نقل عام مانا نعمل كهرباء مانا نعمل كهرباء مانا نعمل كهرباء بنمول كهرباء بشكل مش من موّل خسائر الكهرباء من موّل الكهرباء كيف نعم من روح على الاستثمار لأنه في فرق بين ما من روح على تبين هون بين هلالين ما من روح على المشاريع ما يسمى بالمشاريع الانشائية المشاريع الانشائية الغير الاستثمار مين ما من موّلها نعم إذا راحنا على هذا الاتجاه منيجي منقلهم في صندوق سيادة تفضلوا جميع تمنقلهم لوحدهم تفضلوا جميع الذين استلمتوا هذه السلطة من 92 دليون مولو هذا الصندوق السيادة مولو هذا العشرين مليار وخلينا نعيد عملية الدورة الاقتصادية إذا ما تم هذا نحن وقعين بالأزمة الكبيرة في لبنان الخبير في التقييم الاقتصادي والاجتماعي وأسواق العمل أستاذي شام أبو جودي شكرا جزيلا لك نحن انتهى وقتنا سنتابع هذه النقاشات المالية والاقتصادية لأنه للأسف نحن اقتصادنا تدمر وسنحتاج إلى الحديث كثيرا عن خطط الاقتصاد واستبدال الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد انتاجي كما تفضلت شكرا جزيلا لك شكرا لك مشاهدينا الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء الأسبوع المقبل مع ملفات جديدة شكرا لكم